موسيقى حياكم الله منذ أيام تشغل الانتخابات الإسرائيلية وساد الإعلام والكثيرين انتخابات قال البعض إنها مفاجئة فيما قال آخرون إنها كانت متوقعة لكن سواء فاز جانت أو حتى نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة ما الجديد على الفلسطينيين هل السياسة ستتغير وستسقط كل القرارات العنصرية والمصيرية التي اتخذت من الاحتلال ما هو شكل الحكومة والكنيسة القادم على الجانب الآخر الذي هو ليس أيضا بعيد كيف ستكون شكل المعارضة العربية في كنيسة الاحتلال ما هي الخيارات المتاحة للقائمة العربية بعد حصولها على هذه المقاعد حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة النقاشية الجديدة من برنامج سيناريوهات دعونا في البداية نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مجددا يقف المشهد السياسي في دولة الاحتلال على قدم واحدة بعد حالة الجمود التي كشفت عنها نتائج انتخابات الكنيسة شبه الرسمية فالسناديق التي افرزت تقدما لحزب ابيض ازرق بعدد المقاعد على حساب الليكود لن تعطي اي من الكتلتين الامكانية لتشكيل الحكومة ما يدفع المشهد برمته الى العديد من السيناريوهات والعقد السياسية وبالعودة للحديث عن السيناريوهات المتدحرجة يرى المراقبون ان خيار تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو باتت مستحيلة في ظل رفض زعيم حزب اسرائيل بيتنا لخطوة كهذه اما الخيار الثاني فكان تشكيل جانتس للحكومة لتشمل احزاب اليسار والوسط بالاضافة للاحزاب العربية والبرمن الا ان هذا الخيار لم يعد قائما هو الاخر وفيما يتعلق بالخيار الثالث فيعول حزب الليكود وابيض ازرق على امكانية حدوث شقاقات في الحزب الاخر وبالتالي النجاح في تجنيد مقاعد جديدة لصالح الحزب ما يعني امكانية تشكيل هذه الحكومة ولكن هذا الخيار ليس هناك من يدعمه على الارض فلم تظهر بعد بوادر اي انشقاقات في الحزبين اما الخيار الرابع والاكثر كلفة فهو الدخول في مأزق برلماني خطير والعودة لاجراء انتخابات ثالثة في اقل من عام وهو اجراء غير مسبوق في تاريخ الاحتلال ومهما كان السيناريو فان ثمت فوضى تعانيها النخب السياسية في دولة الاحتلال فوضى باتت سيفا مسلطا على رقبة بن يمين نتنياهو في ظل ضعف دائرة اتخاذ القرار وحجم الانقسام غير المسبوق في المجتمع الاسرائيلي في وقت يتآكل فيه مشواره السياسي الملطخ بالفساد ويوشك على الانهيار ايا كانت تطوراته مرحلة ما بعد الاعلان الكامل للنتائج من جريد حياكم الله مشاهدي الكلام في هذه الحلقة النقاشية الجديدة من برنامج سيناريوهات نرحب بضيوفي في هذه الحلقة معنا من مدينة رامالله الكاتب والمحدد السياسي الأستاذ سليمان الوعري أهلا وسهلا بك ومن قطاع غزة الأستاذ هاني حبيب المحلل السياسي أهلا وسهلا بك أبدأ معك أستاذ سليمان انتخابات اسرائيلية تشغل الرأي العام تشغل وسائل الإعلام تشغل الكثيرين حتى الفلسطينيين ما الجديد التي ستأتي بها هذه الانتخابات بعد هذه النتائج التي جاءت بها مع الأسف لن تأتي بأي جديد الفوضى السياسية في اسرائيل ستستمر لفترة طويلة قبل دقائق تعدلت نتيجة الانتخابات لصالح جانتس بعد فرز أكثر من 97% من نتائج الانتخابات حيث حصل حتى هذه اللحظة على 33 مقعد بفارق مقعدين عن حزب الليكود حيث حصل على 31 مقعد وزادت القائمة العربية بمقعد واحد وتعززت شراكتها ب13 مقعد هذا يعني أن رئيس الدولة سيضطر لتكليف جانتس بتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وهو في وضع صعب لأن الأحزاب اليمينية المتطرفة لن تشارك معه والأحزاب اليمين وأحزاب اليسار لن تكون كافية ليحصل على نسبة 61% من الأصوات لتشكيل الحكومة الجديدة إذن الوضع سريالي الوضع معقد وهم في أزمة الكل في أزمة سواء حزب الليكود أو حزب جانتس طيب في هذه النقطة سليمانا مثلما تحدثت الاثنين في أزمة لا يستطيع كل منهما أن يشكل حكومة في ظل هذه الأصوات وفي ظل هذه النتاج إذا ما تحدثنا عن اليمين وإذا ما تحدثنا حتى عن تحالفات اليسار لكن إذا كلف الرئيس الإسرائيلي والذي قال قبل أيام أنه سيمنع وسيقوم بما هو عليه لمنع انتخابات ثالثة لكن ما هو السيناريو الآن المقسم سياسيا في داخل إسرائيل في ظل كل التحالفات التي كرأناها منذ نيسان الماضي منذ أن فشلت الانتخابات السابقة إلى مثل هذا الوقت يعني كما تفضلت سابقا جميع السيناريوهات صعبة هناك سيناريو واحد يتحكم به ليبرمن وهو بيضة القبان وأعلن ليبرمن يوم أمس أنه لن يدخل في أي ائتلاف حكومي إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود وبين حزب أزرق أبيض وهذا أعلن عنه جانتس أنه من المستحيل أن يدخل في حكومة شراكة مع الليكود برئاسة نتنياهو فالسيناريو الوحيد والسؤال الكبير هل يطيح أعضاء الليكود برئيسهم التاريخي أو الرمز تبعهم نتنياهو هنا السؤال الصعب بالأمس أحد رموز حزب جانتس أعلن أنه يدخل بمفاوضات سرية مع أعضاء من حزب الليكود لدعمهم من أجل تشكيل جانتس هذه الحكومة غير هذا السيناريو من الصعب جدا تشكيل أي حكومة إسرائيلية جديدة حتى لو رغب رئيس الدولة بتمديد الفترة وأنا أعتقد أنه الوضع صعب إلا بالإطاحة بنتنياهو أو قبول نتنياهو بالتنازل عن رئيس الوزراء ليكون وزير في حكومة جانتس حتى يضمن الحصانة والعدم الملاحقة من قبل المحكمة ضد قضايا الفساد المتهم بها طيب دعني أرحب بضيفي من قطاع غزل أستاذ هاني حبيب المحنر السياسي هل فعلا خسر نتنياهو ليكون هناك ربما خطة أو سيناريو ليطاح به من داخل حزبه في اللكود للمشاركة في حكومة جديدة يرأتها يعني من الواضح أن نتنياهو قاب قوسين أو أدنى من السقوط بمعنى آخر أنه للعلم أنه حصة مقائد الليكود الآن قبل الانتخابات الأفيرة هي تسع وثلاثون مقعدا بمعنى أنه كانت هناك خمسة وثلاثين مقعد لليكود ثم بعد أن ضم كحلون حزب كلانو بأربعة مقاعد أصبح لليكود تسع وثلاثين مقعد بمعنى أنه حتى لو حاز الآن على اثنين وثلاثين مقعد هناك سبعة مقاعد قد خسرها نتنياهو هذا الأمر ربما لا يلاحظ على ضوء جملة من المعطيات التي تناقش السيناريوهات أكثر مما تشير إلى مدى تراجع وسقوط نتنياهو هذا الأمر قد يدفع يعني من ضمن السيناريوهات المحتملة على الرغم من كافة التصريحات من قبل قادة الليكود خصوصا جدعون صغر وإسرائيل كاتس بأنه هناك ولاء موثق ومكتوب لنتنياهو بالالتفاف حوله أعتقد أنه لكافة الشعارات التي سادت أثناء الحمل الانتخابي وما قبلها ربما تتغير وشير هنا بهذا الصدد على الحديث عن أنه ليبرمان هو بيضة القبان أعتقد أنه هناك أيضا يجب أن نلحظ على جانب الصورة وليس في مركزها بمعنى آخر أنه هناك حديث عن أنه لدى نتنياهو 55 كتلة يمينية تلتف من حوله لكن هناك أيضا احتمالات بأنه يشرع نتنياهو من تحت الطاولة بالتشاور مع حزب العمل حزب العمل لديه ستة مقاعد حزب العمل سبق وتشاوره وكان يغازل حكومات نتنياهو لكي يشارك في حكوماته السابقة وبالتالي احتمالات اختراق في هذا الحزب هي أيضا احتمالات واردة طيب لكن بالنسبة لموقف ليبرمان ليبرمان يحاول تصوير نفسه على أنه رجل دولة وحتى أنه رجل وطني أو رجل وحدوي انصح التعبير بين حكومة يرأسها جانس وحتى بين حكومة يرأسها بن يمين نتنياهو يقول أن يجب أن تكون هناك حكومة وحدة بين كل هذه الأحزاب بعيدا عن القائمة العربية المشتركة حتى تكون يكتب لها النجاح هل هذه محاولة من نتنياهو لمحاولة اثبات نفسه بأنه رجل دولة أم أنها حينك سياسيا انصح التعبير تقصد ليبرمان أعتقد أنه من الصحيح تماما أنه بعد نتائج العينة التلفزيونية ظهر ليبرمان بالفعل ظهر باعتباره هو الوطني الإسرائيلي هو الرجل دولة هو ليس متطلعا إلى أن يشارك في الحكم قال أنه ممكن أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بين الحزبين الكبيرين حتى لو نشارك بها يعني أظهر نفسه وكأنه هو الوطني الإسرائيلي الحقيقية وسوق نفسه في هذا السياق وأعتقد أنه نجح إلى حد كبير في مثل هذا التسويق لكن هناك عقابات أكيدة أو صعبة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحزبين الأساسيين للأسباب التالية السبب الأول وأنه مثل هذه الحكومة لا ترضي نتنياهو لأنه في ظل ميزان القوى بين الحزبين الكبيرين الليكود وأزرق وبيض ستكون الولاية الأولى في الحكومة لأزرق وأبيض هذا محور مهم في حال تشكيل حكومة وحدة إن صح التعبير بين نتنياهو وجاند سليبرمان سنتحدث عن كل هذه السيناريوات وهذا هو أحد المحاول المهمة في هذه الحلقة لكن دعني أنتقل بهذا السؤال إلى الأستاذ سليمان نتحدث عن التصريحات التي تحدث بها نتنياهو قال نحن الآن أمام خيارين إما حكومة برئاسة أو حكومة يدعمها العرب وهذا سأمنعه تاما وأمنعه بشكل كامل ماذا يعني ذلك إذا ما قرأنا الآن خارطة سير العملية الانتخابية في داخل إسرائيل وإذا ما قرأنا الخارطة السياسية وموقف نتنياهو عندما نناقش ملفات الفساد عليه أصلا الموقف القائمة العربية المشتركة واضح بأنه لن يشارك في أي حكومة إسرائيلية سواء كانت برئاسة نتنياهو أو برئاسة جاندس لأنه نتنياهو برنامجه الانتخابي كان عنصري كان برنامج متطرف ضد العرب في الداخل وضد السلطة الوطنية الفلسطينية حتى برنامج الأحزاب السياسية كلها سواء أزرق أبيض أو الليكود أو الأحزاب الأخرى برنامجهم البنى على ضم المستوطنات على مصادرة أراضي مزيدا من الأراضي مناطق صيف الضفة الغربية ضم القدس واعتبارها عاصمة دائمة للإحتلال شن حرب على غزة وارد من كل الأحزاب والنقطة الرئيسية أنه لا حزب أزرق أبيض ولا حزب الليكود طرح الحل السياسي العملية السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية لم يتطرقوا لهذا الموضوع نهائيا وهذا يعني أن برنامجهم احتلالي عنصري سيقود إلى مزيد من العنصرية ومزيد من مصادرة الأراضي والاحتلال والمستوطنات وبالتالي ستتجمد العملية السياسية والمفاوضات لسنوات طويلة إذن موقف القائمة العربية المشتركة ضد هذا الموقف كليا سواء مع غانتس أو مع نتنياه هل هو الانتحار السياسي فيما تحدث به نتنياه عندما يقول حتى أنه لا يعطي خيار ثالث لغانتس أنه سوف يكلف بتشكيل حكومة يعطي الخيارات لنفسه إما بتشكيل الحكومة برئاسته أو حتى حكومة يدعمها العرب وسأمنع ذلك يلحقها بجملة يمنع ذلك الآن لا يعطي أي خيار ثالث بمعنى كثير من الكتاب صوروا ذلك بأنه انتحار سياسي أو حتى دفع إسرائيل إلى ما هو أسوأ عندما ذكرت من ناحية التصعيد العسكري أو غيره من الخطوات التي يمكن لنتنياه أن يلجأ إليها اسمح لي نتنياه كمان أطلق النار على رجليه باختصار نتنياه اليوم في وضع صعب نتنياه هذه هي بداية النهاية لنتنياه نتنياه أمامه خيار واحد فقط أن يكون وزيرا في حكومة غانتس وغير ذلك إما سيذهب للبيت أو سيذهب إلى السجن طيب أعود من جديد يا أستاذ هاني حبيو أستاذ هاني كنت تحدثت عن سيناريوهات إذا ما تشكلت حكومة وحدة بين نتنياه وغانتس ما هو السيناريوهات في هذه النقطة بالتحديد ما الذي ستشهده الخارطة السياسية هناك إذا ما تحقق ذلك مع أنه بحسب ما يراقب الكثيرين لهذا المبدأ يراه بعيدا بالفعل أنا أرى أيضا أن هذا الاحتمال بعيد جدا وذكرت أن السبب الأول يعود إلى أنه مثل هذه الحكومة لا تلبي أهداف نتنياه في التوصل إلى حصانة تمنع القضاء من ملاحقته على قضايا الفساد الثلاث وربما أربع لأنه سيكون هو بالدورة الثانية لرئاسة الحكومة بعد سنتين لغانس هذا أولا وثانيا دعنا نتذكر كيف تشكلت تكتل أو حزب بين قوسين أزرق أبيض كان هناك ثلاثة تكتلات تكتل يعلون تكتل لبيد تكتل جانس لبيد في اشتراطاته في التوقيع على الاتفاق بين هذه الكتل كان سيترأس أي حكومة ينجح أزرق وأبيض في فوز بها بأن يكون في الولاية الثانية بمعنى سنتين التاليتين بعد جانس هذا يعني أنه أيضا نتنياهو الذي في حال تشكيل مثل هذه الحكومة سيكون ثانيا وبالتالي سيأخذ دور لبيد ما يعني ضمنا وعمليا أنه مثل هذا الأزرق وأبيض سيتفسخ ولن يعود قائما في الكنيسة الـ 22 القائمة الآن وبالتالي هناك يعني صعوبة جدا في تحقق مثل هذا الأمر لكن يعني هناك سيناريو يبدو في الخفاء يعني صعب وهو أن يقوم الرئيس الدولة ريفلين بتكليف جانس باعتباره يعني لديه أكثر المقائد بتشكيل الحكومة يفشل جانس خلال ثلاثة أسابيع ثم بالتمديد لإسبوعين في إنجاز مثل هذا التشكيل نتيجة لعدم حيازته على المقائد الكافية يقوم ريفلين في حينها بتكليف نتنياهو نتيجة للوضع هناك من يتسأل في هذه النقطة خبل أن نبعد عنها كثيرا في هذه النقطة لم تتكرر في إسرائيل في انتخابات نيسان الماضي مع أن كلف نتنياهو ومدد له ولكنه فشل ولم يكلف جانس الحاصر على المركز الثاني في هذه الانتخابات لأن هناك الآن وضع مختلف وهو الوضع المختلف أنه ليس هناك اتجاه بين مختلف الأطراف على التوجه إلى البديل وهو انتخابات تتمدد إلى انتخابات ثالثة لهذا السبب سيتم الضغط وهذا السيناريو أعتقد وضعه حزب الليكود يعني أنا أفكر بالطريقة التي يفكر بها الليكود وليس بالضرورة يكون صحيحا بأنه في هذه الحالة سيكون هناك ضغط من قبل كل الإطراف لإنجاح نتنياهو باعتبار الحل الوحيد لعدم التوجه إلى انتخابات ثالثة ليس بالإمكان إلا أن تكون استنساخا للانتخابات الأولى في إبريل نيسان الماضي وهذه اللي جرت قبل أي أيام وسيكون أيضا ريفلين مستعد لكثير من التنازل من أجل دعم هذا التوجه حتى لو لم يرغب بذلك طيب أعود من جريد الأستاذ سليمان في مدينة رمال الأستاذ سليمان في هذه النقطة وربما يعني لكثرت إذا ما تم حساب عرض المتحالفين في داخل اليمين أو حتى في داخل اليسار الأثنان لا يستطيعان تشكيل حكومة إلا إذا حصلت معجزة من الناحية السياسية لكن هل بات الأقرب إلى انتخابات ثالثة ربما هو الحل في حال تعنت نتنياهو وفي حال تعنت أيضا قالت عن الوصول إلى حكومة وحدة بدعم من قبل وزير ما يسمى وزير الدفاع السابق أو وزير جيش الاحتلال ليبرمن يعني هذا ما كنت أريد أن أعلق عليه على كلام الأستاذ ذاني حبيب لن يستطيع نتنياهو تحت أي ضغوط وتحت أي دعم من رئيس الدولة من تشكيل حكومة جديدة سيكونوا مضطرين يعني سيتم التمديد كما تفضل الأستاذ ذاني لثلاثة أسابيع وثلاثة أسابيع أخرى وتكليف نتنياهو ولكن بالأخير أنا برأيي الشخصي طبعا الحل الوحيد سيكون الذهاب إلى انتخابات ثالثة مرغم أخاك لا بطل مش بإيدهم ما في حل آخر وستكون الانتخابات الجديدة مختلفة نتائجها كليا سيعاقب الجمهور الإسرائيلي جميع الأحزاب وستكون الأرقام فيها مفارقات كبيرة جدا وحتى القائمة العربية ستكسب بنسبة أكبر يعني إحنا إذا بدنا نقارن ما حصلت عليه القائمة العربية المشتركة في هذه الانتخابات حصلت على ثلاثة عشر مقعد ما بيصير نقارن بما حصلت عليه في شهر نيسان عشر مقاعد هي في العام 2015 حصلت على ثلاثة عشر مقعد الآن الجمهور العربي زاد الوعي عنده بأهمية المشاركة في الانتخابات شعر بكم بالعنصرية ضد المواطن العربي ومحاولة إقصائه ومحاولة التهويد والأسرل وكل السياسات العنصرية الإسرائيلية إذن إذا جرت انتخابات إسرائيلية جديدة أتوقع أن القائمة العربية المشتركة ستزيد من حصتها من 16 إلى 17 مقعد وسيكون لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية طيب تحدثت عن مبدأ العقاب للحزبين الأكبر في داخل إسرائيل أستاذ سليمان لكن إذا ما تحدثنا عن العقاب الآن المرحلي في هذه الانتخابات وفي هذه النتيجة تحدثنا هناك عقاب أيضا لنتنياهو حزب أزرق أبيض متفوقا على حزب الليكود في هذه الانتخابات ما الذي دفع بالمصوط الإسرائيلي حقيقة إلى معاقبة نتنياهو في مثل هذه الانتخابات يعني بالدرجة الأولى نتنياهو فساد نتنياهو والقضايا الكثيرة المرفوعة عليه وعلى زوجته أثرت كثيرا على التصويت لصالح الليكود ولصالح نتنياهو سياسته تجاه غزة كذلك أثرت على نتائج التصويت سياسته ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يوجد برنامج سياسي برنامجه كان عنصري بعد هو مركز على الاستيطان على مصادرة الأراضي على تهويد القدس كما المجتمع الفلسطيني تعب من الوضع السائد والجمود المجتمع الإسرائيلي كذلك يريد أن يرتاح يريد حل سياسي بالآخر لا يمكن أن تستمر حالة الجمود هذه إلى ما لنهاية الحل السياسي أليس دعو نتنياهو سليمان ألم يدعو نتنياهو بكثير ربما من القرارات المصيرية إذا ما تحدثنا عن نقل الصفار الأمريكية إلى القدس إذا ما تحدثنا عن اعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان إذا ما تحدثنا باعتراف بسيادة إسرائيل والأمريكي على ضمها أو دعمها لضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت ومناطق سي والمستوطنات في داخل الضفة الغربية هذا يلجح في داخل نتنياهو مع ذلك فشلة في التقدم بشكل كبير على الانتخابات الإسرائيلية لا أختلف معك هذا دعم أمريكي بحت ولكن هذا لن يفضي إلى حل سياسي عادل وفق قرارات الشرعية الدولية ليست الولايات المتحدة أي نعم الولايات المتحدة هي العنصر الأقوى في العالم ولكن توجد أوروبا توجد الصين الروسيا الدول العربية يعني في عوامل دولية وإقليمية أخرى غير راضية عن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى الشعب الإسرائيلي يريد أن يرتاح كما الشعب الفلسطيني يريد أن يرتاح الحل الوحيد بالعودة إلى طاولة المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية تطبيق قرارات الشرعية الدولية إنهاء الاحتلال هذا سيدعم أي فريق سواء جانتس أو الليكود بغض النظر عن الأحزاب اليمينية المتطرفة موقفها معروف عنصري متطرف خلينا نخليها على الجهة ولكن عنا عاملين عزبين كبيرين يمكن أن يؤثروا في السياسة العامة لدولة الاحتلال طيب أعود من جريد الأستاذ هاني حبيب أستاذ هاني أعود مجددا للموقف الأمريكي ترامب في أول تصريح له على ما جاء في الانتخابات الإسرائيلية قال إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليست علاقة تربطها شخص معير وهناك علاقات منذ عشرات السنوات بينهما لكن نتنياهو حاول اللعب على الوطن الأمريكي حاول اللعب على الوطن الروسي زارف لدمير بوتين قبل أيام وهناك زيارة مرتقبة أيضا للرئيس السوء الروسي عفوا إلى داخل الأراضي المحتلة كيف يمكن كراءته ذلك مع ما جاء في نتاج هذه الانتخابات هذا ما كنت أود الإشارة إليه شكرا على هذا السؤال وهذه المداخل ينصح التعبير يعني كان أنت سألت أنه لماذا تعقب نتنياهو أنا أعتقد أنه عقب إذا يعني لاحظنا في الفترة الواقعة بين الانتخابين وهي طيلت خمسة أشهر كان يتوقع نتنياهو أن يكون هناك هدايا مجانية من قبل الرئاسة الأمريكية ترامب إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية كما جرى الأمر عليه قبل الانتخابات السابقة لكن عندما كان هناك حديث عن ضم الضفة الغربية عفوا ضم الأغوار وشمال البحر الميت كان الرد الأمريكي واضحا أنه لا تغيير في السياسة الأمريكية بمعنى آخر ليس هناك من دعم واضح أمريكي لخطوات الضم التي حاول نتنياهو ابتزاز الإدارة الأمريكية لكي تهديه مثل هذا الأمر نعم في زيارة زيارة نتنياهو إلى موسكو قبل أيام ربما ساعات من الانتخابات الأخيرة كان هناك تشدد روسي غير معهود وغير مسبوق فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الروسية حول الوضع في سوريا كان هناك تهديد مباشر ومعلن من قبل الإدارة الروسية بأنه على إسرائيل أن لا تتورط أكثر مما عليه الأمر كما كان عليه الأمر في ضرب بعض المواقع في سوريا وبالتالي ومع ذلك أستاذ هاني ومع ذلك لا يشكل ذلك عائقا إذا ما نظرنا إلى العلاقة المشتركة وإذا ما قامت به إسرائيل مسبقا عندما ضربت الطائرة الروسية وحصلت ما حصل بين إسرائيل وروسيا لكن هناك زيارة أيضا مرتقبة للرئيس الروسي خاصة يأتي ذلك المواضيع كلها تتداخل في بعضها يأتي ذلك بعد قصف كثير من الأهداف في داخل سوريا لمواقع إيرانية لمواقع لحزب الله مع أن روسيا تحكم أو تسيطر بشكل كبير على داخل سوريا يعني أنا أقارن بين ما قبل هذه الزيارة وما بعدها العلاقات الروسية الإسرائيلية علاقات قوية ووطيدة على كافة الصعود هذا أمر أكيد لكني أقارن بين اللقاءات سابقة بين نتنياهو وبوتين والتي شرعت للدولة العبري ضرب كيفما كان الأمر عليه وفي مرات كثيرة دون تنسيق مع الروس بضرب مواقع في سوريا فيما تصرب عبر وسائل الأعلام في اللقاء الأخير أن روسيا كانت أكثر تشددا ووضعت قيود أكثر من ما كان عليه الأمر في السابق وهذا أيضا وحسب بعض التحليلات ما دعا نتنياهو إلى ضرب في العراق وضرب في لبنان حتى يعوض عن الضربات التي كانت مستمرة في سوريا بصرف النظر عن هذا الأمر هناك أيضا عامل ثالث للعقاب نتنياهو من قبل الإسرائيليين أو المستوطنين الإسرائيليين بالأحرى وهو أنه كان نتنياهو يمهد لإشارات عن نجاح التطبيع عربي خلال هذه الفترة نعم وتطور هذا التطبيع بشكل ملحوظ لكن لم نلحظ خلال الخمسة أشهر أن هناك تطورا فيها صحيح أن هناك يعني بعض المواقف والاتجاهات لكن لم نلحظ شيئا بارزا مما يحول التطبيع السري إلى تطبيع معلن كما كان يعد نتنياهو وبالتالي شكل نتنياهو عبئا على الليكود وهو ما يجب الحديث عنه بصراحة وضع نتنياهو داخل حزب الليكود وكذلك وضعه لدى الناقب الإسرائيلي بحيث لم يتحقق الكثير خلال هذه الفترة طيب أعود مجدد الأستاذ سليمان وربما أعود إلى السؤال المحور الذي ينتظره الكثيرون ماذا لو فاز جانيتس وكلف بتشكيل حكومة أستاذ سليمان واستطاع جانيتس أن يقنع بعض الأحزاب بالانضمام إليه واستطاع أن يشكل حكومة إسرائيلية برئاسته بعيدا حتى عن حزب الليكود هل نتوقع في هذه الأيام القليلة لحين إصدار النتائج بشكل رسمي وبشكل آخر إن صح التعبير في داخل إسرائيل أن يكون هناك سيناريوهات مختلفة يقوم بها نتنياهو إذا ما قرأنا في الأيام السابقة كثير من السيناريوهات التي يخطط لها نتنياهو في حال عدم فوزه في هذه الانتخابات يعني الصورة معقدة جدا يعني أنا أعتقد حتى جانتس من الصعب يعني لو حطيت كل الاحتمالات وجمعت كل الأحزاب بمقاعدها ستصل إلى ستين وليس إلى واحد وستين يعني عملنا أكثر من سيناريو صباحا ووضعنا من ممكن يذهب مع جانتس بكل الاحتمالات كما تفضلت سيحصل على ستين مقعد وليس على واحد ستين مقعد وبالتالي ستبقى الصورة صعبة بدون سقوط نتنياهو أنا أؤيد ما تفضل به الأستاذ هاني حبيب نتنياهو أصبح عبئ على حزب الليكود ويجب الإطاحة به وإذا تمت الإطاحة بنتنياهو سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بكل حكومة وطنية إسرائيلية بكل أرياحية كيف يمكن ذلك أستاذ سريمان في ذل قراءة كل التصريحات التي تخرج عن الليكود ونتحدث هنا على أسماء رفيعة وأسماء لها وزنها في داخل هذا الحزب هناك حالة من التأييد لا أعرف إن كان إعلاميا فقط هو حالة من التأييد الغير مسبوك لنتنياهو في هذه الانتخابات اسمح لي وهذا بشكل كبير اسمح لي في حال الفوضى السياسية الموجودة حاليا في إسرائيل من المتوقع أن تحدث مفاجآت ومن المتوقع أن تحدث خيانات أيضا هذه هي اللعبة السياسية عندما صرح أمس أحد قادة حزب جانس بأننا نتفاوض سرا مع أعضاء كبار في الليكود هذا له دلالات وأنا أعتقد أنه سيكون في مفاجآت في المرحلة القادمة بخروج بعض أعضاء الليكود الكبار عن خط نتنياهو من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية طيب أعود بهذا السؤال مجدد للأستاذ هاني حبيب الآن نتحدث عن القائمة العربية المشتركة في عام 2015 حصلت على 13 مكعدة في هذا العام تحصل على نسبة قريبة من هذا وإن كانت الانتخابات إلى هذا الوقت أو الفرز النهائي لم يصل إلى نهايته لكن ما هي الخيارات تمامها شهدنا كثير من التصريحات يوم أمس ليحمد الطيبي وأيمن عودي ربما بتلقي اتصالات من جنتس وغيره لكن ما هي الخيارات أنا أعتقد أنه خيارات أولا يعني دعنا نبارك لجمهورنا العربي في الأرض الفلسطينية المحتلة بهذا الإنجاز الذي يعني شهدته نجاحات القائمة العربية المشتركة رغم المقاطعات ورغم يعني التحريض وربما بسبب تحريض نتنياهو على الجماهير العربية في كل الأحوال أعتقد أنه يعني على القائمة العربية المشتركة أن تتخذ خطابا يتعلق بالوضع الداخلي وبالعلاقات الإسرائيلية العربية الداخلية بعض القضايا أو معظم القضايا المتعلقة بأوضاع المنظومة العربية داخل الفلسطين المحتلة قضايا المدنية وقضايا الخدمات بشكل أساسي مع التوجه أيضا دون إغفال الجانب السياسي تشكيل قوة مانعة تستطيع أن تقرر بشكل أو بآخر القائمة العربية ستظل في المعارضة لن تكون زعيمة المعارضة حتى لو كانت هي يعني الكتلة الثالثة والأكثر عددا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي الأمر يتعلق في زعامة المعارضة في إسرائيل ليس بالعدد المقاعد بل باعتراف كافة أطراف المعارضة بزعامة هذا الفريق أو ذاك وهذا غير ممكن للقائمة العربية في كل الأحوال أعتقد أن هناك قيادة وطنية للعرب الفلسطينيين في الداخل وهي الأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة وليس هناك من شك بأنه هي قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وفقا لكافة التطورات المتوقعة طيب ما الذي دعم أستاذ هاني ما الذي دعم هذه القائمة العربية المشتركة بعد أن تشكلت وتفككت وأعيدت أن تشكلت من جريد وأصبحت بحجم القائمة العربية المشتركة ما الذي دعمها هناك كانت مناشدات ويعني كرأنا بعض التحليلات التي صدرت هذا الصباح اليوم هناك بعض الأصوات ذهبت إلى جانيت هناك بعض الأصوات ذهبت إلى بنيمين نتنياو هناك بعض الأصوات ذهبت إلى العمل وغيره من الأحزاب الصهيونية هناك يعني هذا أمر معتد في كافة انتخابات الكنيسة منذ وقت طويل نحن نعلم أن الليكود وكذلك يعني كافة الأحزاب وبعض أحزاب حتى الدينية هناك ممثلين عرب فيها وبالتالي هذا الأمر ليس بالجديد الجديد باعتقادي بأنه يعني خلال الانتخابات 2015 ثم انتخابات أبريل الماضي وهذه الانتخابات كان هناك تحريض منظم من قبل نتنياهو وحزب الليكود والأحزاب الدينية ضد الجماهير العربية خصوصا عندما تقدم الليكود ونتنياهو بمحاولة تمرير مشروع حول الكاميرات وكذلك قوله بأن العرب يسرقون الانتخابات ونتائجها وأن هناك حالات من التزوير أعتقد أن هذا شكل دعما للجميع العربية لنصرة القائمة المشتركة يضاف على ذلك أن العرب قال زميلي بدأوا يدركون أن يجب عليهم التأثير على الوضع السياسي الإسرائيلي وهذا التأثير غير ممكن إلا بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب الكتلة الأكبر التي تمثل يعني الأحزاب العربية الرئيسية الأربع وبالتالي أعتقد أن الجماهير العربية بدأت تدرك ولو متأخرة بعض الشيء أهمية أن يكون لها دور فاعل في تشكيل السياسي الإسرائيلي صحيح أن هذا التأثير سيكون محدودا لكنه مطلوبا طيب أعود بهذا السؤال الأخير للأستاذ سليمان الآن نتحدث عن مفاوضات متوقفة اسمحني بس أستاذ جهاد أعلق على هذه النقطة تفضل وأطرح عليك هذا السؤال لتجيب على الاثنين معا في نهاية هذه الحلقة الآن أيضا نتحدث عطفا على ما تريد التعليق عليه نتحدث عن العلاقة الآن الإسرائيلية الفلسطينية على المبدأ المفاوضات المتوقف منذ عام 2014 نتحدث ما الصورة التي يجب أن تنعكس الآن ربما على العلاقات على تحريك ملف المفاوضات على حتى الحل من كل الاتفاقيات في وجه كل هذا التناقض الآن يعني بداية أريد أن أكمل ما بدأ به زميلي في غزة قانون القومية العنصري كان قانون عنصري جدا ضد المواطنين العرب يستهدف المواطنين العرب يستهدف طردهم يستهدف وجودهم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 وبالتالي هذا دعا الجمهور العربي لكثافة التصويت من أجل دعم القائمة العربية المشتركة من أجل المحافظة على الوجود العربي من أجل المساواة من أجل منع التهويد منع الأسرلة وكذلك كما أعلن السيد أيمن عودة بخصوص ضرورة وجود خطة لبدء المحادثات أو العملية السلمية يريد ضمانات لبدء العملية السلمية مع السلطة الوطنية الفلسطينية بخصوص المفاوضات المفاوضات كما تفضلت هي متوقفة من العام 2014 ما لم تكن هناك إرادة سياسية دولية لفرض القانون الدولي وفرض والضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات سيكون الوضع صعب جدا لأن المجتمع الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية تتجه كلها نحو اليمين ونتنياهو استغل هذه الفرصة واستغل الدعم الأمريكي والضوء الأخضر الأمريكي وأعتقد أن جانتس لن تكون بعيدة عن سياسة نتنياهو لذلك على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية لأنها اليوم هذا آخر احتلال موجود على الأرض لا يمكن حل القضية الفلسطينية أو قضية الشرق الأوسط أو حتى التطبيع مع كل الدول العربية بدون إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية وفقا للاتفاقيات الموقعة وحسب قرارات الشرعية الدولية نعم أستاذ سليمان الوعري الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من مدينة رمالله شكرا جزيلا لك وكذلك الشكر المنصود للأستاذ هاني حبيب المحلل السياسي من قطاع غزة شكرا جزيلا لك إذا المشاهدين الكرام بذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سيناريوهات إلى اللقاء اشتركوا في القناة